دلوقتي معاد موجز الأخبار معالين دا تفضلي علين دا شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية مشددا على ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي وخلال اللقاء موسع قده مع مجرد جموعة من الصحفيين والإعلامين على همش جولته التفقدية لمنطقة تشكا بجنوب الوادي في محافظة أسوان أشر الرئيس السيسي إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن 143 دولة في العالم ستتأثر اقتصاديا جراء الأزمات مشددا على أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمة كورونا وعن الاحتياطات الاستراتيجية للسلع أشر الرئيس السيسي إلى أن الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة ستة أشهر ولذلك رصدت الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ومجابهة أي تحديات وأزمات محتملة بالسوق المصرية وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية شدد الرئيس السيسي على أن تدعيات الأزمة لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تلك التدعيات وأن اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على ضمان عمل كل مصنع في مصر بالكفاءة المطلوبة وحول المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد الرئيس السيسي أن دولة مستمرة في تنفيذ المبادرة التي تستهدف تحسين الأوضاع المعاشية لقرابة 60 مليون مواطن مشددا على تمسكه بتلك المبادرة وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا بالعاصمة الأفغانية كابول فضلا عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بقندز وأصفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتقدمت مصر في بيان عن وزارة الخارجية بخالص التعزي إلى أفغانستان وأسر ضحايا العمليات الإرهابية الغاشمة مع التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين هذا وتؤكد مصر مجددا أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصوارها عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث عدد من ملافات تنفيذ المشروعات القومية بوزرتي التعليم العالي والصحة وتناول الاجتماع مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي واستعرض الاجتماع موقف تطوير معهد ناصر في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للمعهد وكذلك الجهود المبدولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وفيما يتعلق بملف التعليم العالي تناول الاجتماع منظومة متابعة المشروعات القومية بالوزارة والموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية أصدرت أنيابة العامة أربعة إجراءات جديدة في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمية وذلك تيسيرا على المواطنين من دوي المحكوم عليهم للحصول على تصريح بزيارة المحكوم عليهم زيارات غير عادية بالسجون والسماح بانتقال موثق الشهر العقري للسجون والليمنات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافة أنواعها أو لإبرام أي تصرف آخر منهم مما كان يكب الدوي الشأن المشقة والعناء قال الرئيس الأوكراني فلاديميل زيلنسكي إن بلاده بحاجة إلى سبعة مليارات دولار شهريا لتعويض الخسار الاقتصادية التي تكبدتها جراء الحرب الروسية وأضف زيلنسكي أن المجتمع العالمي عليه استبعاد روسيا على الفور من المؤسسات المالية الدولية كما حث الرئيس الأوكراني جميع الدول على قطع العلاقات مع موسكو على الفور مؤكدا أن الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود أوقف صادرات أوكرانيا ما أثر على الأمن الغذائي العالمي شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل تبرعات قدر المستطاع وليس على شكل قروض منع لتراكم ديون كبيرة على كياف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب وأشارت كريستالينا جورجييفا إلى أن السلطات الأوكرانية ستجد نفسها بعد الحرب أمام فاتورة ضاهظة من أجل إعادة أعمار البلاد محذرة من تراكم مزيد من الديون عليها بالإضافة إلى ما تتحمله بالفعل من التدهور الكبير للأوكوري والزيادة الكبيرة في النفقات أعلنت وزارتها الخارجية والصحة الفرنسيتان أن باريس سترسل أكثر من 28 طن من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا وتشمل الشحنة وفقا لما أعلنته الوزارتان مولد أكسجين وأكثر من 50 جهاز تنفس وما يزيد عن 4 أطنان ونصف من الأدوية فضلا عن مولد كهربائي عالي الساعة وأضافت الوزارتان أن هذه الشحنة تؤكد تضامن فرنسا ومستشفياتها ومجتمعاتها المحلية وشركاتها تجاه الشعب الأوكراني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر